برضو ده شوية شبه اللي قاله كابتن سيد عبد الحفيزة وبيتكلم يعني قال هنا احنا خلاص حسم تأهله الاهلي للنهائي على حساب فريق كبير جدا لكن لسه لم يحصل على البطولة يعني كلام مهم ان احنا برضو ايه نركز فيه خلينا نروح نسمع يعني جزء من كلامه ونرجع نكمل الحمد لله طبعا هو الاهم ان انت وصلت خلاص يعني ده بتلك بتكلم على سيمي فاينال اقوى بطولة في القارة يعني ده مهم جدا بتكلم على مباراة الاهلي والتراجي بتكلم على بطل 2020 بيلعب بطل 2019 و2018 يعني قوة المباراة الاهلي بطل 2020 بيلعب بطل 2019 و2018 نتيجة كويسة الناس كانت بتسألنا وبتقول لنا اه اه او بتقول لي يعني مثلا يعني احنا قلقانين ليه احنا كسبانين هناك ازاي ما ألاقش وانا بيلعب بطل 2019 و2018 مهم جدا فكرة القدم الحذر يعني الحمد لله طبعا على كل شيء مهم جدا ان انت تعديه لكن في النهاية التارجت ليس ما تحققه شيء احنا وصلين لابعض نقطة في البطولة لكن ما خدناش البطولة ده مهم من المفهوم ده يوصل للناس يعني هتبقى عندنا مباراة اه نهائية هتبقى يوم 17 لحد دلوقتي المعدة يعني هنشوف هنعمل ايه فيها ان شاء الله لكن عندنا يعني وقفة محلية كده شوية عايزين نركز فيها ونخش فيها بسرعة مش عايزين نعيش الاجواء بتاع البطولة الافريقية مش عايزين ننساها لكن في نفس الوقت عندنا خطوة يعني اه مهمة جدا في مشوارنا المحلي عندنا مباراة مع بيربنز يوم الاخميس ان شاء الله مهمة جدا في مشوارنا وتكملت حفاظنا على اللقب بإذناء للمحل ان شاء الله كابتن سيد كان طبيعي متوقع ان فريق الترجل التونسي يضغط ويبدأ المباراة مغلوب على ملعبه طبيعي انه يضغط لكن كان الاهم هي شخصية اللعبين في التعامل مع هذا الامر هدوء وثقة في دكة البودلاء انعكست على اللعبين في الملعب طبعا يعني انت بتكلم على حد خسرا من ارضه طبعا او فارده فوضع طبيعي ان هو يكون عايز يعمل كده يعني الحمد لله لكن في النهاية انت كمان لازم يبقى عندك مفهوم ده ان الكورة طالما فرق مطش كبير اكد هيبقى فيه فرص هنا وهنا واكد هيبقى فيه استحواز هنا وهنا واكد هيبقى فيه قدرات هنا وهنا يعني لكن المفهوم اللي يزم تخش بيه المفهوم ان انت تتعامل معه ان انت لازم شخصيتك تكون قوية جدا على فكرة الشخصية القوية مش في الهجوم بس على فكرة حتى في الحتة الدفاعية يعني يعني فيه ناس كتير جدا بتقول لك يعني ده عمل جيم دفاعي ووضع طبيعي جدا ان انت يبقى عندك القدرات اللي تخليك تعمل جيم دفاعي ده وضع طبيعي في الفرق الكبيرة يعني لكن كمان لازم يبقى عندك القدرات اللي تخليك يبقى كيه الافضلية ده حصل لنا يعني البنالتي وحالة البنالتي انا معرفش برضو ما تحسبتش بشكل مباشر ليه يعني ده واضحة جدا 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 يعني احنا شايفينها على بعض مثلا تلتمائة ربعمائة متر يعني لكن في النهاية الحمد لله على كل شيء انا عايزة عايزة عند حالة البنالتي لان الجميع كله بيتكلم على البنالتي انا شوفت سكابتن سلام حافيز ما بيتكلمش على البنالتي وبس بيتكلم على كرت احمر يعني انا نقاشي معاه مش ان هو ها مش هيحسبها انا متأكد ان هو خلاص لما هيروح هاشوفها يعني لما رح للبنالتي ده ما فيها الشكة وما فيها الشاكات لان هي صورة هتكلم فيها ازاي يعني لكن القانون بقى ساعتها هو ده الاهم بالنسبة يعني النقطة اللي بقت عندي خلاص انا متأكد ان خدت رقم واحد رقم اثنين بالنسبة اللي هيدي لي افضلية تانية هو يتنفز القانون يعني يتنفز القانون ان هي حالة الطرد اللي هي بينة جدا وواضحة جدا يعني لأن ده واحد راح له الجنب بشكل مباشر الدفع كمان من الجزء العلوي يعني فكل دي في القانون تديك كارتة أحمر على طولين أكرم طفيق وحسين الشحات وحسن بنتكلم معهم قال لك دور الكابتن ساد عب حفيز وكابتن ساد وصن معانا أكرم لما كان بعيد عن المشاركة النهاردة بيلعب مباراتين زهب وإياب حسين الشحات النهاردة هو بعيد وشفتوا جيري عليك يا كابتن بعد الهدف وراح لحضرات مص يعني لازم تبقى فاهم كويس جدا المشوار لما يبقى طويل والموسم لما يبقى طويل ولما بتشارك في بطولات متعددة الناس كلها لازم تكون جاهزة جاهزة دور نحن أنه تبقى جاهزة فنيا معنويا أسف نفسيا معنويا يعني جزء الفني طبعا خاص ببيتس المسلماني لكن في النهاية لازم تحضر الناس كلها يعني فيه تفاصيل صغيرة في الشغل لازم الناس كلها تبقى عرفاها التفاصيل مش أنه أنه تيجي تتمرر وتمشي أنت كمان لازم تكون سعيد وانت جاي التمرين لازم تكون فرحان وانت جاي التمرين لازم الموت بتاعك يبقى كويس وانت جاي التمرين إزاي هتمتع الناس وانت جواك مش مستمتع أساسا يعني ممكن تعمل شوية حاجات صغيرة ممكن يبقى عندنا رصيد في أمور خارجية بتنعكس داخل الملعب يعني ممكن في حاجة في حاجة ممكن الناس تشوفها أنها عادية جدا وإيه اللي ممكن يحصل يعني عشان تجيب نتجاتها لكن تأثيرها أنا عارفه كويس أوي النهاردة أكرم كان غاية بالفترة واحد من نجوم اللقاء هنا وهناك أكرم توفيق يعني بتتكلم على مثلا على حد ممكن أجاي النهاردة عامل دور كويس أوي نزل بشكل كويس أوي كهرباء النهاردة كان ممكن يسجل حسين يعني النهاردة بيقدي دور كويس جدا 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 أنت ما تعرفش مين والد سليمان طبعا كل المجموعة مش عايزة نسى حد كل المجموعة لك نقصد اللي ممكن الناس بتاخد عدد قليل من المشاركة يعني أنا معرفش النقطة الفاصلة ربنا كاتبها المين فعشان كده لازم تحضر كل الناس على الاستعداد أو يبقى حاضرين بزهنهم يعني مواجهة كايزر تشيفز وبعض الجماهير من الممكن يعني بعض الأقوال تتقال دلوقتي أنه فريق أسهل من الوداد أكيد أنتو مش هتوصلوا ده للعابين لأن فريق وصل للناي أكيد فريق قوي وفريق الاحترام حسنا مش هوصل حاجة غير الحقيقة الحقيقة بتقول الأول عنا على المباراة النهائية لكن عندنا أربع مواجهات محلية مهمين جدا 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 عندنا مباراة مع بيرنز يوم الخميس مش عايز أقول فاصلة بشكل نهائي في البطولة لكن مهمة جدا في مشوارنا وحفظنا على لقب المحلي عندنا مباراة مع عصموحة يوم أربعة عندنا مباراة يوم تمانية مع المقاولين عندنا مباراة يوم حداشر مع المقاصة ثم المباراة الختمية والنهائية سبعتاشر لحد الوقت مع كايزر تشيفز يعني عنا عليها تمام لكن هنخش في مشوارنا المحل يعني كايزر تشيفز مش عايزين نقع في الفخ اللقع فيه كتير جدا من الاندية وكتير من الاندية المحترمة قالوا على كايزر تشيفز انه مش هيصعد من دور المجموعات يعني المرشح الاول والتاني في دور المجموعات في مجموعة الرابعة كان الوداد وحرية كونكري مظبوط قالوا كايزر تشيفز مش هيعدي من سنبة عدا من سنبة قالوا كايزر تشيفز مش هيعدي من الوداد فقبل انها عدا من الوداد فإحنا مش عايزين نقع في نفس الفخ هي مباراة نهائية ختمية على أقوى بطولة قرية دوري الأبطال المباراة وتفاصيلها واستعدادها لازم يبقى أنت زهنك حاضر وعارف كويس قوي كايزر شيفز إحنا لعبناها في حياتنا كلها مرة واحدة دي اللي هتبقى التانية المرة الأولى كانت في كاس السوبر 15-3002 كانت على كاس السوبر الأفريق النهاردة بتلعب على دوري الأبطال يعني نصبنا وقدرنا أننا نحن نلعب كاس السوبر 15-3002 على طول في أقوى البطولات فإحنا رايحين نلعب فرقة هي كمان يعني دخلة المباراة النهائية اللي تركيزه أعلى واللي ربنا موفقه ولازم يبقى يعني إن شاء الرحمن يبقى الفوس حليف وأتمنى أنه يكون إحنا بإذن الله لكن تحضرنا هيبقى جيد جدا إن شاء الرحمن وإن شاء الرحمن نخش بالمباراة بمنتهى القوة بإذن الله عايزة أختم حضرنا كابتن سيد برقم قياسي بيعمله النادي الأهلي وبتعمله كجاز فني النادي الأهلي أول فريق في أفريقيا يفوز في أربع مباريات متتالية في الدور نصف يفوز على الودات زهابا وأيابا والنهاردة بتفوز على الترجل زهابا وأيابا ده رقم قياسي بيسجل للنادي الأهلي حلو الأرقام وأنا بحبها جدا ومن هوات الأرقام أنا على مستوى الشخص من هوات الأرقام لكن أنا عندي التارجة الأعلى بيبقى في البطولة يعني أما تقول لي أربع سنين وراء بعض بتاخد البطولة ده حاجة حلوة جدا إن شاء الله رحمن بإذن الله بإذن الله تعالى نكون حضرين بشكل كويس زي ما قلت لك عيننا على المبرارة النهائية لكن مش عايزين يعني ناخد بعيد عن تركيزنا في اللقاء المحلي اللي هيبقى يوم الخميس مع برمز في أذن الله